مرحباً أراضي 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 أنا ميكل جورج و اليوم سأتحدث عن أغلبات الغابة أولاً نحن نتحدث عن الثاني المش يستخدم للمسابة الثاني أو المسابة الثاني لكن إذا كانت توجد مباشرة في الثاني الماضي يمكنك تجعل مباشرة الثاني بإمكانك تضيف المباشرة بين المشابات لنرى هذه الثاني أنا هاكل أنا هاكل هذه الثاني الماضي لأنه يبدأ بالطبع به لتجعلها بطبع نغطية يجب أن تضيف المشابة لأنه يجب أن يضيف المشابة أنا مش هاكل هناك الثاني المشابة انت بتستحمى هذه الثاني الماضي لأنه يبدأ بالطبع به لذلك الثاني المشابة يجب أن تضيف المشابة قبل المشابة أنت مش بتستحمى أنت مش بتستحمى هناك الثاني الماضي أنا نمتم بارح أنا نمتم بارح أنا نمتش بارح أنا نمتش بارح أنا نمتش بارح قبل الادجكتب انت جميلة انت مش جميلة انت مش جميلة هل يمكنك تفعل هذه الثانية باستخدامك ؟ استراليا كذبت كاس العالم هذه هي الثانية الثانية هذه الثانية يجب ان تفعل هذه الثانية مكس بتش كاس العالم هذه الثانية تستخدمة عربية في اليوم والحقين يعني يجب علي او لا هذه الثانية يمكنك تستخدمها مع الثاني مباشرة بعضها يستخدمها مع الثاني مباشرة لكن في الكثير من الاخترافها تستخدمها للتعامل مثل بلاش نعمل كدا بلاش نعمل كدا The character به is not added to the verb because the word بلاش already expresses the present tense For more information about the present tense please look at the description of this video بلاش نعمل كدا بلاش نعمل كدا Please don't confuse it with the word ببلاش ببلاش means for free ببلاش This is a common expression مفيش داعي مفيش داعي مفيش داعي ندفع الفلوس دي كلها مفيش داعي ندفع الفلوس دي كلها مفيش داعي ندفع الفلوس دي كلها Now you are able to make negative sentences Have a great day and see you later in the next lesson Come on